في مثل هذه المواقف، إزاي بيتم إعداد المرافع أو عريض الدعوة مثلاً من اللي هتقوم بيها أي دولة؟ إزاي بيتم تجهزها وإعدادها بطريقة عشان يشوف هذه النتيجة؟ أعتقد إن دا بيتم بفرق عمل كبيرة وفرق عمل متخصصة من سفرة ومن ناس متخصين بيقدروا يجمعوا مادة وبيقدروا يتناشوا فيها وبيقدروا يعملوا ملخص وبيقدروا يقول إن دا جهد فردي ممكن تكون الدكتورة ياسمين طبعاً تفوقت في عرضه لكن هو أكيد جهد جماعي زي ما قلت لك لهذه الوزارة العريقة وهذه الدبلوماسية العريقة اللي أنا رأيي إن هي عبرت عن نفسها بشكل قوي جداً في هذا الأمر وده برضو مش جديد لأن كنت لما ترجع إحنا عندنا أبرز المعارك القانونية اللي خضناها كانت بخصوص طابة وأنا جمعتني حوارات كثيرة مع الدكتور مفيد شهاب أحد أهم أعضاء الوفد المصري في طابة وإزاي إن هم كان بيحصل منوشات وإزاي إن هو كان بيغطوا عليها بشكل سياسي يعني المواضيع كله فيها تفاعلات فمصر دلوقتي قدرت على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى القانوني تتحرك في دعم القضية الفلسطينية بشكل مهم جداً سواء سياسياً ودبلوماسياً سواء إنسانياً من خلال المساعدات اللي بتقدم وسواء قانونياً من خلال ما قدمته في محكمة العدل اشتركوا في القناة